اشتماع معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة القيد العامل قوة دفاع البحرين في القيادة العامة مع سعادة السيد ريتشارد سبونزز وزير البحرية الامريكي والوفد المرافق بحضور سعادة الفريق ركن يوسف بن احمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق ركن ذياب بن صجر النعمي رئيس هيئة الاركان ورحب معالي القيد العامل قوة الدفاع بسعادة وزير البحرية الامريكية والوفد المرافق وتم السعرات علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة وما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة حضر الاجتماع لواء ركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء ركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للأمداد والتموين ولواء ركن شيخ علي بالراشد الخليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية ولواء ركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري والعميد ركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكية البحرينية بالوكالة كما حضر من الجانب الأمريكي سعدة السيد جاي جاسن سيفرييل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين والفريق بحري جون أكوالينو قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس ترجمة نانسي قنقر